موسيقى صباح الخير الحرب بغزة عم بتزيد أساوي يوم عن يوم إسرائيل ما عم ترحم الفلسطينيين وحولت المستشفيات إلى مقابر جماعية طبعا مقطوعة من المحروقات ومن الأدوية والكهرباء وما من تحرك دولة لوقف هيدي الجريمة بحق الإنسانية على صعيد السياسة أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتانياهو عن احتمال اتفاق لتبادل الأسرة بين الطرفين الإسرائيلة والفلسطينية أما على صعيد الديبلوماسي فطالبت الكمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف الحرب بغزة أما محليا فقد شهدت الجبهة الجنوبية للبنان مع إسرائيل يوم أمس اليوم الأعنف من الحرب قصف إسرائيل قابله قصف من الحزب وتهديدات بالتصعيد وقت خل لبنان إلى حرب هو ما بده طبعا يفوت فيها بحلقتنا لليوم نبراس ريفيو وإضافة لجولتنا على آخر العنوين العريضة التي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية لليوم الثانية 13-23-2023 رح من نكون عم نحكي أكثر عن القمة العربية وتدعياتها مع المحلل السياسي وأستاذ الأعلام في جامعة الملك سعود في السعودية الأستاذ علي لعنزي إضافة لفقراتنا المعتادة البداية كما العادة بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا النهار من العام 2017 وصل البطريارك الماروني الكاردينار مربشارة بطرس الراعي إلى العاصمة السعودية الرياض بأول زيارة رسمية طبعا لألو أو لبطريارك ماروني للمملكة والزيارة الثانية لرجل دين مسيحي من 40 سنة بداية جولتنا بتكون مع صحيفة النهار اللي عنونت لليوم إسرائيل حولت مستشفيات غزة ساحات حرب والجرحة في الشوارع أيضا كتبت النهار هجمات عنيفة للحزب وحماس وإسرائيل تتوعد طبعا موضوع القمة العربية مغيب عن الصفحات الأولى بمعظم الصحف المحلية كان أول عربية القمة العربية الإسلامية طالبت مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف الحرب في غزة ننتقل إلى الصفحات الداخلية لصحيفة النهار بالمقال بقلم إبراهيم حيدر بعض المعلومات وردت عن التحذيرات المصادر الديبلوماسية المتابعة أبلغت إذن لبنان أن هناك خطرا حقيقيا من إمكان توجيه ضربات إسرائيلية للبنان إن ذهبت الأمور بعيدا في ميدان غزة وتكتسب هذه المحاولات التي تحمل أيضا تحذيرات للبنان من وقائع ما يحدث للفلسطينيين على رغم صمودهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية هذا إذا لم تنجح القمة العربية والإسلامية في الدفع أو فرض هدنة طويلة وأيضا بحسب المعلومات التي وردت في هذا المقال تتحدث المصادر الديبلوماسية عن أن ترك الأمور للميدان لتحييد مسار توسيع الحرب على جبهة الجنوب هو سلاح ذو حدين كما جاء في هذا المقال نبقى في صحيفة النهار وننتقل إلى أبرز الأسرار التي وردت في النهار لهذا اليوم فيما يتدرج حزب الله في استعمال أنواع السلاح والصواريخ التي يملكها فلا يفضح أسراره ويؤكد لإسرائيل أنه يخبئ المزيد من المفاجآت تتخوف مصادر وزارية من أن يبلغ التدرج حد المحرمات فتشمل الحرب في لحظة غير مسبوقة الساحة اللبنانية أيضا في السر الثاني تتنبه القوى الأمنية بشكل متزايد إلى التحركات في عدد من مخيمات النازحين السوريين خوفا من استغلالها من قوى استخباراتية وأخرى أصولية للطعن بلبنان في هذه المرحلة الجد دقيقة وفي السر الأخير علم أن معظم السفراء الأوروبيين تجنبوا طلب مواعيد من مرجعيات سياسية وروحية كي لا يتكرر ما حصل مع السفيرة الأمريكية التي اضطرت إلى إلغاء زيارتها لدار الفتوى ننتقل من صحيفة النهار ومن تابع جولتنا وإلى صحيفة نداء الوطن اليوم وأبرز العنوين في نداء الوطن كما نشاهد الجنوب يختبر حافة الحرب ومقاتي مرتاح لكنه خائف أيضا في نداء الوطن صفقة رهائن تلوح في الأفق وتحذير من تحول مستشفيات غزة إلى مشارح إلى الصفحات الداخلية لنداء الوطن نرى في خفايا لوحظة أن بعض القرى والبلدات في الجنوب تقوم بدوامات مراقبة لحماية المناطق أيضا من نداء الوطن رح منتابع جولتنا ورح ننتقل إلى صحيفة اللواء وأبرز ما حملت اللواء لليوم في عنوينها واشنطن تضغط لتبادل الأسرة وحماس تشترط وقف تدمير المستوطنات أيضا الموضوع الأبرز كان عن قمة الرياض والأداء الهيستري لنتنياهو على وقع الأحباطات أيضا من عنوين اللواء مخاوف متصاعدة من انهيار قواعد الاشتباك حسب ما جاء في اللواء من صحيفة اللواء رح منتابع جولتنا على أهم العنوين اللي وردت بصحيفة الشرق ميقاتي يهمني أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب الراعي انتخب الرئيس لأن أوصال الدولة تتفكك كما جاء أيضا في عيضاته في الأمس قمة الخنوع والاستسلام حسب ما كتب عوني الكعكي وإسرائيل تهرب من ملف الأسرة والمجازر وجنبلاط يدعو إلى حل الجامعة العربية من صحيفة الشرق إلى صحيفة الأخبار جسر جوي أطلسي في لبنان ومنشوف لا راية بيضاء لغزة حسب الصفحة الأولى إلى صحيفة الديار اللي عنونت لليوم طبعا نبض غزة ينفجر في العواصم الغربية وأيضا النهار الديار عفوا تتحدث عن أسعار النفط تنخفض على رغم من خفض الإنتاج وهذا ما تقوم به الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار وطبعا أكيد عم نشوف بالصفحة الأولى الموضوع الإسرائيلي ما يجري في كتا غزة عم يتصدر الصفحات الأولى وبسيل يرفع السقف الحريص على الجيش لا يمدد لقائد الجيش إلى عنوان لوريان لجور اليوم عنوانة لوريان لجور قمة الرياض حول غزة بين التصعيد والخلافات وأيضا خطاب نصر الله لهو نفسه ولا مختلف فهل يتمادى الحزب أكثر ومع هذه العنوين منكم نصلنا لأول بريك بحلتنا ومن تبع حلقتنا ومن انتقل لضيفنا المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الملك سعود الأستاذ علي لعنزي صباح الخير أستاذ علي صباح النور وأهلا وسهلا فيك أستاذ علي مطالبة القمة العربية بإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر البربربية والوحشية وإدانة كل ما يجري والدعوة إلى إجراء تحقيق بجرائم الحرب كل ذلك مواقف أكثر من ملحة وضرورية في هذا الوقت لكن سؤالي كيف سيتم التعاطي مع هذه المطالبات خصوصا دوليا كيف سيكون وقعها وهل تتوقع تأثيرا كبيرا لها على الدوائر الدولية شكرا جزيلا على الاستضافة والتحية للمشاهدين الكرام بدون شك طبعا أنا أعتقد نبرة الإدانة ونبرة بيان القمة قمة التضامن مع فلسطين كانت واضحة يعني المطالبة بوقف العدوان فورا كسر الحصار والسماح بدخول المساعدات تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية الاعتداء على غزة وهذا قضية مهمة هذه تشكيل اللجنة الوزارية أيضا تشكيل لجنة لجمع جرائم الحرب والطلب من المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المسؤولين عن هذه الحرب من الجانب الإسرائيلي أعتقد أن مجرد جمع الدول العربية والإسلامية حول قضية غزة وتوحدهم تجاه ما يحصل في غزة هو أمر في غاية الأهمية وأعتقد أنه أمر متقدم يعني ليس هناك خلافات على هذا الموضوع توحد العرب والمسلمين حول قضية غزة كان بيان صادر القوة في هذا البيان هو التأثير الذي تملكه الدول نحن نعرف عندما اجتمعت هذه الدول المملكة العربية السعودية دعت إلى هذه القمة لتضع العرب والمسلمين أمام مسؤوليتهم وجنبت كل التباينات بين كل الدول العربية والإسلامية جانبا وتم التوحد تجاه قضية غزة إذن هناك جهود ستستمر لرفع المعاناة عن أهل غزة وأيضا تشخيص العودة إلى الحل السلمي يعني لن يكون هناك عودة فقط إلى هدنه ومن ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه كان البيان واضحا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة من عام 1967 والالتزام بالمبادرة العربية كل هذه النقاط التي وردت في البيان وغيرها من النقاط أنا أعتقد هذا بيان متقدم ومجرد اجتماع القادة العرب والمسلمين في الرياض حول هذه القضية حول المجزرة التي تتم في غزة حول استهداف المدنيين اليوم يعني هذه القمة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته مسؤولياته تتجاه ما يحصل أين القانون الدولي الإنساني؟ أين الحقوق الإنسان؟ يعني المجتمع إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون هي القوة التي ترعى القانون الدولي عليها أن تترك جانبا ازدواجية المعايير وأن تضغط على هذه الحكومة اليمنية المتطرفة لإيقاف الحرب على غزة هذا أنا أعتقد هو مهم هنا أريد أن أتطرق إلى الدور الأمريكي تحديدا يعني هل تتوقع أن يكون التأثير المباشر والأقوى للقمة ولبيان القمة على أمريكا التي لديها تأثير مباشر بالمقابل على إسرائيل؟ اختبرنا نحق الكل يعلم أن إسرائيل بدون الدعم الأمريكي لا تستطيع أن تستمر هذا معروف ولا تستطيع أن تقوم بأي خطوة لأنها تعتمد اعتماد كل سياسيا واقتصاديا وعسكريا على الولايات المتحدة إذن هذه الرسالة من هذه القمة هي موجهة للإدارة الأمريكية موجهة للولايات المتحدة ونحن نعرف أن الولايات المتحدة هي قاطرة المنظومة الغربية فالموقف الذي تتخذه الإدارة الأمريكية سيتبعها الاتحاد الأوروبي وكل الجمع الغربي لذلك أنا أعتقد اليوم الولايات المتحدة إذا شعرت أن مصالحها مع الدول العربية والإسلامية التي تكلمت تجاه هذه القضية بصوت واحد ووحدة المواقف ستراجع موقفها وسمعنا بعض الآن التصريحات حول الهدنة وتبادل الأسرة وتخفيف التهديدات باستمرار الحرب أعتقد أن هناك ضغوط تمارس الآن على هذه الحكومة اليمنية من قبل الإدارة الأمريكية لأن مصالح الإدارة الأمريكية مع المنطقة أكثر من مصالحها مع إسرائيل الكل يعلم أن إسرائيل هي قاعدة متقدمة للولايات المتحدة فإذا أرادت الولايات المتحدة أن توقف الحرب تستطيع أن توقفها من خلال الضغط على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هذا ما تسعى له هذه القمة بإيصار رسالتها واضحة لا لبس فيها إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون هناك علاقات متوازنة مع المنطقة واستقرار للمنطقة وهذا ما استثمرت عليه الولايات المتحدة منذ فترة اليوم كل هذه الاستثمارات وكل هذه الاستقرار هو في مهب الريح إذا لم تضغط على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة نعم أستاذ علي شكرا جزيلا لهذه المداخلة كنت معنا مباشرة من المملكة العربية السعودية إذن الصحف العربية أيضا تناولت موضوع الغزة والقمة الإسلامية خلينا نشوف شو عنوانت الصحف العربية ومن تبع جولتنا على الصحف ومنوصل لصحيفة الشرق الأوسط طبعا في عنوين الشرق الأوسط موضوع غزة وموضوع مفاوضات الرهائن على وقع حرب المستشفيات في الشرق الأوسط حزب الله يصعد وصواريخ قسام لبنان تلامس حيفا من الشرق الأوسط من تبع جولتنا على صحيفة الأهرام اللي طبعا تحدثت اليوم عن رؤية مصرية شاملة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والرئيس يطرح خطة تحرك من ست نقاط ويطالب المجتمع الدولي بتنفيذها من أيضا عنوين صحيفة الأهرام دعما عربي وإسلامي لخطوات مصر لمواجهة تدعيات العدوان الإسرائيلي من تبع جولتنا على الصحف العربية ومنوصل لصحيفة الأنباء العنوين الرئيسية في الصفحة الأولى الحكومة تدرس الميزانية المبكرة أيضا العليان ضمت 300 طالب وطالبة للبعثات الدراسية في عنوين الأنباء ساميرا الكندري نسعى إلى صفر انبعثات بحلول العام 2050 وإلى صحيفة الاتحاد الاتحاد عنوانت لليوم محمد بن زايد أدعو الله بالأمن والسلام لشعوب العالم والإمارات توفير سبل الدعم كافة للمدنيين في غزة والعنوان الأبرز أيضا كوب 28 جاهزون لاستضافة العالم من صحيفة الاتحاد من تبع جولتنا ومنوصل لصحيفة الوطن الوطن إذن عنوانت لهذا اليوم صاحب السمو يطالب بحماية المدنيين وبحث الحلول الفورية لدعم غزة إنسانيا أيضا في العنوين الأونسكو تحتفي بمتحف قطر من هذه العنوين منوصل لتاني بريك بحلقتنا ومنوصل بحلقتنا لجولة على الصحف العالمي اللي أيضا تناولت موضوع الحرب بغزة إضافة لمواضيع السيحة على السيحة الأوروبية والأمريكية بداية جولتنا بتكون مثل العادة مع صحيفة لموض الفرنسية في إسرائيل حكومة الحرب ترزح تحت الضغوطات وأزمة السكن في فرنسا أرباب العمل يصبون اهتمامهم على هذه الأسماء مننتقل لصحيفة لوفي جارو والعنوين الأبرز كما عم نشوف بالصفحة الأولى فرنسا تعارض معادية السامية وجنود أوكرانيون يتم تدريبهم على أيدي معلمين فرنسيين إلى صحيفة The Guardian اللي منشوف عدد من الصور والمواضيع بالصفحة الأولى وخصصت صفحتها للحرب بغزة ومن المقالات اللي خصصتها هو مقال عن نية وزيرة الداخلية اتخاذ إجراءات إضافية ضد المظاهرات الموالية لفلسطين وعنونت أيضا تحت القصف التواقم الطبية تصارع لإنقاذ المرضى في ضد انقطاع الكهرباء والإمدادات والماء والغذاء إلى صحيفة The New York Times اللي تحدثت عن تردي الأوضاع في المستشفى الرئيسي في غزة تحت نيران القوات الإسرائيلية وأيضا من العنوين سياسة ترامب للهجرة مخيمات واسعة وترحيل بالجملة إذن أيضا من الصحف العالمية مننتقل لفقرة أجندة لليوم عنا على ساعة 10 بيستقبل البطريارك الراعي أسفيرة الأمريكية بالصرح البطريارك بيب كركي أما على ساعة 10 ونصف بيستقبل المفتي داريان وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال أمين سلام كمان على ساعة 10 ونصف اجتماع للجنة المال والموازنة لدرس وأقرار مشروع موازنة 2024 وعلى ساعة أيضا خلال النهار بيلتقي رئيس الطيار الوطني الحر جبران باسيل رئيس الحزبة التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اللي بيزور مدينة البطرون هيك من كنا وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم الزميلة ديتا في يونتون بنشرة الساعة 8 موعدنا بجدد صباح بكرة إلى اللقاء